مارغريتز، زي، وشودو، ثلاث عارضات أزياء افتراضية تم تصميمهن رقمياً بالكمبيوتر يشاركنا في حملة بالماء الجديدة في أحدث مثال على استخدام العلامات التجارية للأزياء التكنولوجيا لجذب العملاء الشباب تعتبر شودو الأكثر شهرة فهي أول عارضة أزياء رقمية في العالم وهي النموذج الرقمي الأسود التي صممها الفنان كاميرون جيمس ويلسن العام الماضي ولديها 145 ألف متابع على حساب إنستجرام الخاص بها كانت ردود الأفعال حول هذه الصناعة خلال أسابيع الموضة في نيويورك ولندن مختلفة بين مؤيد ومعارض حيث اعتبرها البعض نوعاً من التغيير اللطيف الذي يساعد في خفض التكاليف فيما اعتبرها آخرون تجرد العروض والأزياء من الروح الإنسانية التي يجب أن تضاف للقطع المعروضة لست مع النموذج الرقمي أنا مع أناس حقيقيين مع شخصيات حقيقية لها أرأوها استخدامها لموقع على شبكة الإنترنت لبيع أغراض للسير إلى الوراء وإلى الأمام وعرض المنتج على الشبكة هو عبقري لكن ليس لجلب الحياة في العلامة التجارية من يريد أن يرى الملابس على أشخاص وهمية عندما يمكنك أن ترى ذلك على أشخاص حقيقية استخدام هذه التقنية أمر لا مفر منه في عالم الموضة خاصة بعد استخدامها في قطاعات أخرى وبحسب صانعي هذه النماذج فإن عالم الأزياء والعالم الافتراضي لابد أن يلتقي لمس إبراهيم العربي ترجمة نانسي قنقر